السيد أحمد زيد الموسوي من دولة الكويت باحث حوزوي له مشاركات بحثية عديدة في المجلات العلمية المتخصصة منها مجلة الخزانة التي تصدر عن مركز حياء تراث التابع للهيئة العليا لحياء تراث العتبة العباسية المقدسة فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا معاقلة نأوي إليها وأعلاما نهتدي بها والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين حبيب إله العالمين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما مولانا أمير المؤمنين ومولى الموحدين وإمام المتقين وإمامنا الإمام الثاني عشر والحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه إن من المسائل التي تشكل عصبا في عقيدة الإمامية مسألة ولادة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأنه الخلف بعد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام وهذه العقيدة تكمن خطورتها من زوايا متعددة وأشير منها إلى زاويتين الزاوية الأولى أن الاعتقاد بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووجوده وحياته يمثل التآما تاما وارتباطا وثيقا بين مجموعة الأدلة المتنوعة التي استدل بها الإمامية على إمامة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم فلولا هذه العقيدة لكانت تلك الأدلة منقوصة المحتوى ومن ذلك آية أولي الأمر قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن ذلك حديث الثقلين ومن ذلك حديث السفينة وحديث من مات وليس في عنقه بيع أو من مات ولم يعرف إمام زمانه أو من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية هذه الأدلة بمجموعها لا تكون تامة الدلالة على مدع الإمامية لولا وجود إمام في كل زمان يكون هو مصدر الهداية لو حققت الأمة شروطها لأظهره الله تبارك وتعالى ورفع الخلاف عنها ولذلك يقول العلامة الحجة الفذ المدافع عن حريم العقيدة والولاية الشيخ المحقق محمد جواد البلاغي رحمه الله تبارك وتعالى وفي خبر الثقلين هاد إلى الذي تنازع فيه الناس والتبس الأمر إذا قال خير الرسل لن يتفرق فكيف إذا يخلو من العترة العصر لو لم يكن الإمام موجوداً صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي لو لم يكن مولوداً قبل ارتحال أبيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما كان معنى لاستمرار دلالة حديث الثقلين لما كان معنى لعدم الافتراق بين القرآن والعترة لما كان معنى لمؤاخذة المكلفين في حال عدم عقد قلبهم على إمامة إمام زمانهم في كل زمان وقد تزامنت منذ بداية الغيبة حزمة من الإشكالات التي أثيرت حول ولادته صلوات الله وسلامه عليه وهذه الإشكالات كثير منها لا زال يعاد تدويرها ويكرر بيانها وذكرها إلى اليوم ومن ذلك التشكيك في ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من منطلق أن ولادته لم تكن بينة ظاهرة للناس لم تكن مشاهدة بالعيان فلم تكن هذه الولادة وهذا المولود حاله كحال بقية المواليد من إعلان ولادته وكونه بينا للناس وهذه الإثارة في حقيقة الأمر طبعا يضاف إليها أن أخبار الولادة هي أخبار آحاد لم يوثق برواتها مثلا لم يصح إسنادها عند بقية المذاهب ولكن في حقيقة الحال الإمامية لم تستدل على وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وولادته وعدم خلو الأرض منه بعد رحيل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بروايات الولادة فإن كون الولادة مشهورة معروفة بينة متواترة للناس هذا في حقيقة الأمر خلاف طبيعة الحال وخلاف ما كانت تقتضيه الأمور فإن السبب الذي دعا إلى بقاء الغيبة هو السبب الذي دعا إلى حدوثها ولم يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام إلا غائبا منذ بداية ولادته فإن غيبته في حين ولادته هي ما كان المناسب مع طبيعة الأمور ولذلك نجد أن ما أكد عليه في الروايات من الدليل الواضح على وجوده وولادته صلوات الله وسلامه عليه الإشارة إلى أدلة الإمامة العامة وعدم خلو الأرض من حجه فهذا الطرح الذي يقدمه الإمامي هو نفس الطرح الذي يثبت به إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأبنائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وهنا ما قدمته من موجز يعني هو بحث مختصر كان يتناول بيان الدليل الذي ذكر في التوقيعات الشريفة طبعا هذا الدليل بهذه الصياغة هو موجود حتى في كلمات من تقدم على الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف هو دليل مبثوث في الروايات من أن الله عز وجل لا يخلي أرضه من حجه من أن الله تبارك وتعالى لا يبطل دينه ولا يقطع حججه من لدن آدم إلى أيام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولكن باعتبار أن الجلسات كانت معقودة لتناول التوقيعات الشريفة فاستللت هذا الدليل من توقيعين شريفين ورد في كتب الغيبة التوقيع الأول هو ما رواه شيخنا الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه شيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة ويروي بإسناده عن علي بن إبراهيم الرازي عن شيخ موثوق به حسب تعبير الراوي حدثه بمدينة السلام وهذا التوقيع سأقرأ مقطعا منه فيه محل الشاهد وهو توقيع ورد بعد مشاجرة لابن أبي غان من القزوين ومشاكسة ومشاغبة بينه وبين بعض الشيعة في التشكيك في وجود الخلف للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقد ورد فيه أنهي إلي وصلني ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة طبعا الشاهد على أن التشكيك بولادته كان متزامنا مع الولادة أن السنة التي غاب فيها يعني بداية غيبته صلوات الله وسلامه عليه بعد أبيه الإمام العسكري يعني نتكلم بداية إمامته صلوات الله وسلامه عليه سميت هذه السنة في كلمات الأصحاب المتقدمين بسنة الحيرة حتى ورد حديث يرويه الشيخ البرقي أحمد بن أبي عبد الله رضوان الله تبارك وتعالى عليه المتوفى سنة 274 للهجرة صاحب كتاب المحاسم روى حديثا يتضمن تسمية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وتسمية الخلف الحجة صلوات الله وسلامه عليه رواه للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات وهو بدوره حدث به عن محمد حدث به لمحمد بن يحيى العطار فقال للعطار قال لمحمد بن الحسن الصفار وددت لو أن هذا الخبر من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله كنت أتمنى أن يكون هذا الخبر مرويا من غير جهة البرقي فأجابه الشيخ الصفار بأنه حدثني بهذا الخبر قبل الحيرة بعشر سنوات أو بعشرة سنوات شون يعني حدثني قبل الحيرة يعني أن محمد بن يحيى رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان يريد مستمسكا واضحا على تسمية الأئمة قبل زمان إمامة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه حتى يشكل ذلك إعجازا للأئمة عليهم الصلاة والسلام في إخبارهم الغيب بما سيقع فعندنا مجموعة من الأدلة تقول بأن الإمام الثاني عشر سيغيب إمامكم الأخير الثاني عشر سيغيب وفي الحقيقة هذه الروايات قسم منها تشكل إعجازا لأن هذا الإخبار وافق ما حصل بعد ذلك فلو كان الإمام ظاهرا بينا لكان في الحقيقة في ذلك إبطالا لدين الإمامية وهذا لعله الزاوية الأخرى التي نسيت ذكرها ضمن الزاويتين المرتبطتين بأهمية الدفع الإشكال عن ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو أن الاعتقاد بإمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو لا الاعتقاد بولادته لأبطلت إمامة آبائه المتقدمين حيث أخبروا بوجود إمام وأخبروا بعدم خلو الأرض من حجه فإذا خلت الأرض من حجه قدح ذلك في عصمتهم صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي عز المذهب في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد أنه عبر عن زمان الغيبة بزمان الحيرة وهذا شاهد على تزام الإشكال على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه منذ بداية إمامته يقول وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم فغمنا ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يحيشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا من هنا نفهم طبعا سياق مثل هذا التعبير الوارد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو يقول نحن ندفع الشبهة لأجلكم لا لأجلنا سيدانا مو يقول نحن ساءنا دخول الشك والارتياب والحيرة لكم لا لنا نحن يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا حاجة لنا مع الله إلى غيره لكن نحن نربيكم نرفع عنكم الشبهات نعتني بكم لا زالت يد العناية من الإمامة متبدية فنحن نصنعكم يعني نربيكم والله عز وجل هو الذي يتولى أمورنا نحن نتولى أموركم والله يتولى أمورنا لأجل ذلك نسعى لدفع الإشكال عنكم وإلا إذا ضل كل من في الأرض وبقي الإمام على الهدى واحدا لكتفى الله تبارك وتعالى به وبعبادته ثم يقول يا هؤلاء قال عليه السلام حسب التوقيع يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله عز وجل يقول الآن بدأ الإمام عليه السلام بذكر الدليل الدال على ولادته صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طبعا في التوقيع الثاني بيان وجه دلالة هذه الآية على لزوم وجود حجة في كل زمان أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم عن الماضين والباقين منهم عليه السلام أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها وأعلاما تهتدون بها من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه السلام كلما غاب علم بدى علم هذه التعبيرات هي في الحقيقة تلخيص لما في حديث الثقلين تلخيص لما في حديث السفينة تلخيص لما في حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه هي إشارات من الإمام عليه السلام على أنه إذا غاب عنكم الإمام تمسكوا بالأمر الأول لا تنسون الأدل على إمامة أئمتكم صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر التوقيع التوقيع الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وثمانين في كتاب كمال الدين بسند ذكره عن محمد بن إبراهيم المهزياري وقد ورد العراق شاكاً مرتاداً مرتاداً يعني طالباً الحجة وطالباً ما به رفع الالتباس قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم نفس الإشكال كانوا يترددون كانوا محتارين في مسألة ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي وجوده وإمامته أما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة حسب الظاهر المراد من الأمر هنا أمر الحكم هذا هو الذي يتناسب مع الآية فإن أولي الأمر هذا العنوان المذكر في الآية هو عنوان للحكام والآية اشترطت فيهم العصمة لاقترانهم بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وأن طاعتهم طاعته وبالتالي مهما بقي الناس لابد لهم من شؤون وأمور وحكم فجاءت الآية لتشترط في حكم الناس أن يكون الحاكم الشرعي معصوما فهذه الآية بهذه الضميمة ضميمة استمرار الحكم واستمرار وجود شأن للناس إلى يوم القيامة أو إلى انقضاء المجتمعات بشكل عام مهما استمرت هذه المجتمعات ومهما استمر وجود شؤون للناس وأمور لهم لابد من وجود حاكم عليهم جاءت الآية فاشترطت في الحاكم أن يكون معصوما بتقرير ذكر في بيان وجه الاستدلال بآية أولي الأمر أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقلة أون إليها وعلى من تهتدون بها من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه كلما غاب علم بدى علم وإذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله قد قطع السبب بينه وبين خلقه كلا ما كان ذلك وهذا الدليل في الحقيقة هو الذي تجده منعكسا في كلمات الأعلام المتقدمين الذين كتبوا في الغيبة أولهم والد الشيخ الصدوق الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة هذا كتاب في الغيبة ومنهم الشيخ ابن أبي زين بن نعماني في كتاب الغيبة المتوفى سنة 360 ومنهم شيخنا الصدوق ومنهم شيخنا الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إنعكس هذا الدليل على مستويين في كلماتهم المستوى الأول متابعة العناوين التي ذكرت الروايات في ضمنها أن الأرض لا تخلو من حجة أنه لو كان في الأرض شخصان لكان إحداهما الحجة أو أحدهما الحجة وأن الأرض لو خلت من الحجة ساعة لساخت بأهلها والمستوى الثاني ما ذكره هؤلاء في مقدمات كتبهم وفي طيات بياناتهم حيث كرروا نفس هذا الدليل الموجود في هذين التوقعين الشريفين هذا ما أحببت إبداءه في هذه العجالة والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وآله الطاهرين جزيل الشكر والامتنان للباحث السيد أحمد زيد الموسوي والآن نستمع إلى مداخلات الحضور مع الاختصار على ذكر الاسم والمداخلة مباشرة جناب الشيخ إبراهيم النصوارى وتفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسنتم سماحة السيد طيب الله الفاسد استفدنا من بحثكم الله يسلمكم إن شاء الله الملاحظة لعندي مولانا الكريم ما تفضلت به في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إنما يعني حسب أذلتكم يستفاد من الملازمة نعم يعني مثلا تفضلتم بأن الأرض لا تخلو من حجه يعني لازمه أن الإمام المهدي موجود نعم مثلا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فلا بد أن يكون الإمام موجود فإذا هو مولود والآية أيضا اللي تفضلتم بذكرها كل هذا الحديث إنما يثبت الولادة بالملازمة نعم مع أن هناك أدلة روايات وابدة تثبت الولادة نعم كقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لحكيمة السيدة حكيمة في القصة المعروفة ابقي عندنا هذه الليلة فسيولد المولود المبارك إلى آخره وروايات أخرى دل على الولادة تثبتنا الولادة هذا من جانب من جانب آخر ما تفضلت أيضا بذكره كل من مصادرنا فيا حبذا أن نبحث عن مصادر إخواننا المسلمين لعلنا نجد نصا حديثا يدل أيضا على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وشكرا لكم الله يحفظكم إن شاء الله شيخنا يوجد ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط النقطة الأولى أن ما ورد النقطة الأولى أنه لسنا بصدد حصر الدليل على ولادته بهذا الدليل وإنما بصدد بيان أن هذا من الأدلة على ولادته صلوات الله وسلامه عليه ويوجد أدلة أخرى هي ما بحث عنها بعض الأعلام المحاققين المعاصرين حفظه الله تبارك وتعالى ما أسماه مثلا من منهج التحري أو منهج ذكي في إثبات صدور روايات الولادة ودراسة طريقة الإمامية عزهم الله تبارك وتعالى في إثبات الإمامة لأئمتهم عليهم الصلاة والسلام وإلا صحيح روايات الولادة يوجد فيها ما صح سنده لكن الاستدلال ليس بأن ولادته مشهورة وهذا الذي لا يكون الاستدلال يعني الاستدلال ليس بهذه أو بهذا المستوى أن ولادته مشهورة كولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهى الأمر لم يكن الاستدلال هكذا إما أن نستدل بأدلة الإمامة العامة هذا أولا وإما أن نستدل برواية الولادة مع ضمائم مع ضمائم تورث القطع بصدورها وترفع اللبس فيها وإلا فإن مسألة الولادة تحتاج إلى ضميمة لأن كون الولادة مستورة هو ما وافقته طبيعة الأمور فهذا الأمر الأول وإلا صحيح يمكن الاستدلال بروايات الولادة بضم المنهج الذكي مثلاً ونحو ذلك لإثبات صدورها النقطة الثانية أن البحث بشكل عام في التوقيع الشريف لم يكن بصدد بيان تقرير الاستدلال بالأدلة العامة الإمام عليه الصلاة والسلام في التوقيعين ليس بصدد أن يأتي بالدليل العام على الإمامة ويفصل فيه ويقرر كيفية الاستدلال وإنما هو غاية الأمر يريد أن يرشد إلى أنه لا فرق في الاعتقاد بالإمامة بين أن يكون الإمام مولوداً مشهوراً ظاهراً وبين أن يكون مولوداً خفياً مستوراً الأدلة هي الأدلة بالتالي بس في جزئية أنه هذا التلخيص الذي ذكر في التوقيع الشريف هو تلخيص لأدلة المخالفين أيضاً هو نفس حديث الثقلين مروي عند المخالفين هو نفسه حديث الأئمة بعد 12 هذا أيضاً ثابت عندهم هو نفسه من مات وليس في عنقه بيع أو من مات وليس له إمام الأمر الثالث لا إشكال في إثبات الولادة بالملازمة وهم شيء الاعتقاد بإمامته صلوات الله وسلامه عليه والاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام وأن الأرض لا تخلو من حجة أحسنتم سيدنا مداخلة أخرى لجناب الشيخ مصطفى العاملي أحسنتم سيدنا سيدنا العزيز أحسنتم سيدنا أحسنتم سيدنا أحسنتم سيدنا هي الأساس عندما قلتم ورد بيان مدى سجامه مع ما ورد في الأحاديث الشريفة بشكل عام فتكون هي المنطلق للإثبات هذا من ناحية وورد في كلامكم عن آية أولي الأمر أعطيه الله أعطيه الرسول وأولي الأمر نعم باعتبار هذه الآية لها بورد بحث من 13 سنة يعني أمس لها الحلقة 539 قلتم أنها مختصة بالحكم أو نفهم منها الاختصاص بالحكم علما أن الآية مطلقة ليس لها اختصاص بالحكم أعطيه الله وأعطيه الرسول وأولي الأمر منكم الطاعة بطلقة لأولي الأمر المقصودون في هذه الآية مثل الطاعة المطلقة لله ولرسوله وشكرا بالنسبة للاختصاص هو كان المقصود بيان أن الآية تخص الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالحكم لا أن يعني تخص الحكمة الشرعي بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا أنها تخص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالحكم فإذا كان فيه تعبير من هذا القبيل فهو موهم على كل حال أما بالنسبة للإشكال الأول وأشار إليه بعض الأخوة قبل الجلسة فاتني وضاق الوقت هو في الحقيقة ليست صياغة الاستدلال صدر من الإمام توقيع فهو حي فهو مولود ليست هذه صياغة الاستدلال وإنما الاستدلال هو أنه ما الذي أرشد إليه في التوقيعات الشريفة سواء كان التوقيع صادرا أم لم يكن التوقيع صادرا فإن الدليل دليل إرشادي فالدليل التام هو في الحقيقة نفس أدلة الإمام العام نعم هو فلذلك هو من التوقيعات يعني الدليل الوارد في التوقيعات وكان العنوان فيه لكن غير في التوقيعات لكن على كل حال غير أحسنتم سيدنا جزيل الشكر والإمتنان لكم جناب السيد أحمد على هذه الإضاءة المعرفية حول ولادة إمامنا صاحب العصر والزمان اشتركوا في القناة